نرحب بحضركم مرة تانية في البيت الكبير دسا نتكلم عن الحدث الأبرز الحدث العالمي والتاريخي اللي بينظم على أرض مصر مونديال كأس العالم لكرة اليد من 13 يناير ل31 الشهر طبعا بنتكلم عن تنظيم مشارف جدا صورة أكثر من رائعة معنا دلوقتي على التريفون الكابتن خالد فتحي نائب مدير هذه البطولة برحب بيك كابتن خالد وألف ألف مبروك على هذا التنظيم المشارف والصورة دي مساء الخير يا فندم وسلامي طبعا للجميع وكل الموجودين في حضرتك هم نادي الأهل الكبير طبعا في قرط اليد وكابتن هاري رمضي أظن وشكرا لك والقناة نادي الأهل أهلا بيك مشارفنا طبعا الكابتن محمد عبدالله وكابتن محمد عبدالوارس طبعا أسطير قرط القدم وبنرحب بحضرتك فيه اليد اليد أسماء نراحب طبعا بحضرتك في قناة النادي الأهلي وزي ما قالت سهام تنظيم أفضل من رائع في ظروف استثنائية بنبارك لحضرتك ونبارك لكل من ساهم في هذا التنظيم وعايز أن نعرف من حضرتك خلاص بعد التنظيم وبعد يعني الحمد لله فوز منتخبنا بأول مباراة اللي جاي خلال التنظيم استعداداتكم إن شاء الله بإذن الله للغاية 31 يناير نهاية البطولة الاستعدادات ماشي ازاي والإجراءات ماشي ازاي في الفترة اللي جاي أولا الحمد لله النهاردة وصلت جميع الفترة كان آخر سريق البحرين وصل الساعة 8 وكل الفترة موجودة وطبعا اليوم الحارك عارف اليوم كان يعني أول ثلاثة يام في البطولة بيبقى أصعى ثلاثة يام المباراة بتشتغل في كل الصلاة وفي توهيد طبعا الساعة 7 والساعة 9 ونص والفترة بيحصل تجني كالبيدين الصبح وبيراجع وكل البستورات وكل التسجيل وكلام دوت فأول ثلاثة يام في البطولة وهي طبعا أخطر ثلاثة يام من كل الدنيا حتى الأمور بتستقر الحمد لله الأمور ماشي الوقت طبعا عملنا طبعا أن نحطنا بصراحة إنجاز تنظيمي رائع إن فريق سويسرا وصل الساعة 4 بتقرص المطار خلصة الإجراءات بتاعته وكل الإجراءات الطبية وخلصة الإجراءات الجوازات والكلام ده وخاد الأورتوفيس وطلع على صالة دكتور حسن مصطفى في أكتوبر ولعب المباراة مع النمسا وكيسك وكيسك كمان وده طبعا يعني كأنهم أنت عارف حلقة سويسرا دخلت مكان أمريكا صحيح ودخلت في آخر وقت ووصلت في آخر وقت بس الحمد لله الجدول ليش مفقوط ومفيش حاجة تأثرت أو حصل أي تأجيلات وهم حتى نفس سويسرا يعني 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 شايفين أن اللي حصل ذا حاجة إنجاز طبعا أنا عايزة أتكلم في كده انطباع المنتخبات اللي بتشارك النهاردة في هذه البطولة إيه وكل ما ينشر على وسائل للأخبار العالمية أكيد حضرتك يعني والمنظمين كمان يعني أكثر حرصا على رصده كلمنا عن انطباع المنتخبات دي لحد دلوقتي خاصة كمان في ظل الإجراءات الاحترازية أعتقد اللي بتتم على أكمل وجه من المطار لحد فندق الإقامة لحد الصلاة طبعا اللي بتقام فيها اللعبة هو طبعا حقيقي عشان عارسل نظام البابل سيستن ده أو الفقاة إن أول ما توصل للطيارة بيخش الأوتوبيس الزجاية تسلم الطيارة في الأوتوبيس بحيث إن بسرعة محدش بيطلع من المطار غير لما يكون أوريدي جاي نيجاتيب وتست بتاعه السريع اللي إحنا بنعمله يعني بيضمع تي سي آر تست وبنعمله كمان تست في المطار السريع هاين هاين آه بعدين يتحرك في المطيارة آه ويخرج على البوابة يتكون الجوازات امتهت يطلع الفندق مباشرة عول ما بيوصل الفندق بتعمله بقى فول تي سي آر ويقعد في العوضة ست سبع ساعات لغاية ما تطلع نتائجة التي سي آر يبتدي بقى ايه يتحرك ثم كل تمانية ورئيس ساعة سي سي آر فكل حركة بتبقى من المطار للفندق للمباراة للتبديد طبعا الفندق كلها واخدينها يعني مفيش جسد مفيش اي حاجة كل فريق مكان مكان كل فريق ليه مكان معين للأكل وهلما اجرى بقى تطبيق الإجراء طبعا فيه جوه الملائب حاجة ماليت زون ما حاجش بيخشها غير اللي جوه البابل النهاردة طبعا حصل حاجة ثانية نتلع قرار نهائي كمان من الدكتور حسن ومن معالي الوزير أشرف صبت وكده محتضل على الناس مايبقاش فيه اي حد موجود في الصراح نهائي غير الناس اللي جوه البابل فقط مفيش حد يعني العاملين اللي موجودين حتى أثناء المباراة وبعد التعقيم متفقيل بسعر ريتزون كله بيتفع وره تكون اللعيبة موجودة بس مع الناس اللي هي موجودة داخل البابل وداخل الصح يتفضل على يعني كل سلامة وصحة اللعيبة كابتن ده قرار ده النهار ده اه لا حقيقي يعني تحية لكم وحضراتكم على المجهود الرائع لأن الموضوع مش سهل خالص يعني انت بتتكلم على 32 دولة طبعا بتتكلم 31 دولة غير مصر لكن بتتكلم على إجراءات قوية جدا بتتكلم على السيستم اعتقد كمان في الفترات اللي جاي اعتقد بعض الدول ممكن تستعين بهذا السيستم لتطبيقه في تنظيم بطولات عالمية فاحنا طبعا من البيت الكبير من قناة النادي الاهلي بنشكر حضراتكم لأكتر من رائع على الساحة الدولية وان شاء الله كل ده يتوج بإذن الله كمان من ناحية الفنية ان مصر بإذن الله تكون في أبعد نقطة وتصل لمبرارة النهائية طبعا الأستاذ خالد فتحي مدير البطولة بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا لك كابتن خالد